مع عودة الطلبة إلى المدارس تقوم الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم بتنفيذ الإرشادات والتعليمات المنصوص عليها في دليل خاص ووضع لهذا الغرض وخلال اتصال هتفي في نشر سابقة تطرق سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد مدير عام شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم إلى مدى مستوى الالتزام بالتعليمات مع بدء العام الدراسي وكفاءة الجهزية لاستقبال الطلبة في المدارس اليوم الأول لبدء الدوام المدرسي كانت هناك فرق تعمل على التحقق من الالتزام المؤسسات المدرسية جميعا بالإرشادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم وأيضا الخطط التي تم اعتمادها بغرض تسيير اليوم الدراسي في ظل هذه الظروف الاستثنائية طبعا الانتزام عالا جدا ومتميز من جميع المدارس الحكومية والانتزام طبعا من طرفين من طرف المؤسسات المدرسية كإدارات وكمنسوقين وأيضا من قبل أولياء الأمور والطلبة هناك شراكة مجتمعية متميزة جدا تجلت خلال هذين اليومين اليوم وأمس ووجدنا ذلك في أثناء مراقبة عملية الدخول إلى المدارس والخروج منها رصدنا ذلك أيضا خلال عملية تلقي التعليم داخل الفصول الدراسية رصدنا ذلك من خلال تعاون المنسوبي جميع المدارس سواء كانوا من الحياة التعليمية والإدارية أو الإشرافية داخل المدرسة هناك التزام عالي جدا ومن الواضح أن جميع الإدارات المدرسية أخذت بعين الاعتبار كل ما تم تقديمه لها من إرشادات وتعليمات وهناك حرص طبعا عالي المستوى للالتزام بهذه الإرشادات